بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة وحبة في الله حبيت اني اعمل فيديوهات قصيرة ولكن هذا مش رايح يستمر لانه احنا من نشرح علم التوحيد ان شاء الله بإذن الله تعالى من خلال اي عشناها شان نعرف اننا لا نعبد صنم سبحان الله ندعو الله فيستجيب نعم سنبين اننا ندعو الله بإذن الله فيستجيب لكن علينا الامتثال لامر الله وان لا نتفلت من طاعته ونعبده جل في اله كما يريد في هذا الفيديو هناك قصتين قلت في الالفين وخمستاش غيروا حياتي من باب الاستغفار غيروا حياتي عندما يكون الكلام صادق فالله جل في علاء يأذن له ان يصل ما كان من القلب وقر في القلب وما كان من اللسان لا يتجاوز الاذان فانت تسمع الدرس ولا تلتفت اليه ان كان كذب او تلفيق لكن عندما يكون الكلام صادق وخارج من القلب فيأذن الله لهذا الشخص الذي استغفر ووصل الليل بالنهار في الاستغفار ان يسل لك رسالة عنشان الله يفتع عليه يعني فضل هذه الآية التي يبلغها الرجل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعني ولا بآية ستصل يعني اجرها الافاق الافاق من كثر ما يعني الناس عملت بها لانك عشت هذه الآية وصلت الليل بالنهار حتى قطفت تمورها نعم كانت هناك قصة لرجل استغفر الله ثلاثين الف مرة واستجاب الله له دعائه وكان هناك رجل طالب في كلية البترول هذا الطالب يعني وصل الليل بالنهار يعني كل الوقت مستغفر لم يعد لم يعد انا هاي المسبحة بس بدي بيّن سبحان الله سأحتفظ بها لانه اكبر عدد وصلت الو في اليوم قبل الاربعة ايام اظن اي اربعة وخمسين الف ست وخمسين الف واربعمية وخمس وخمسين استغفار في يوم واحد المطلوب ان نظلنا مستغفرين نتوب الى الله نقلع عن الذنوب ونقبل على الله بكلنا انما ابتلان الله ليؤدبنا وليعيدنا الى صراطه المستقيم عندما نستقيم على امر الله فسوف يعيدنا سوف يفتح الله علينا كل المغليق كل باب اغلق بسبب ذنوبنا فيريد الله ان يؤدبنا حتى نعود اليه فيا اخي الذي يقول اني بقيت كل الليل صهران وصعب ويمكن اضوع وقت لا انت عملت غلط انت عملت ساوي احنا وكاننا عملين نبتدع لا فانت واصل الليل بالنهار كيف يعني تواصل الليل بالشغلك وانت مثلا المرأة وهي يعني بتجلي ليل الجليل بيت تطبخ استغفر الله استغفر الله وعندما تنسى والله يا ربي يعني ذكرني فتتواصل لكن اقلع عن الذنوب اهم من الاستغفار يعني احنا نقلع عن الذنوب ونستغفر طبعا احنا نصلي ونستغفر نحن مش انه يعني احنا متفلتين لا نصلي وطلاء يملأ اصابعنا و لا نتوب الى الله يعني انما ابتلانا ليشتبينا عشان احنا نتوب اليه فسا عذرا سأضع رابطين كانوا سبب كل رابط اربع دقائق كانوا سبب كانوا في الالفين وخمستاش هاي الفيديوهات القصيرة سمعتها بالالفين وخمستاش وكانوا السبب اني اخدت الاستغفار من باب ثلاثين الف استغفار في اليوم استجاب الدعاء وكان لي طالب عند الله عند المولى عز وجل اردت ان يستجيب لي هذا الدعاء طيب وطالب في كلية البترول فتح الله عليه بالارزاق والاموال حتى بلغت ثروته كبيرة جدا جدا فاردت انا كمان ان اقضي ديني وان يفتح الله عليه ووالله منذ ذلك الزمن من دنه خلص انتهت الدين من الفين وخمستاش الدين انتهى والحياة طيبة والحمد لله رب العالمين فحبيت اني اوثق هذا الكلام لكن لكن يعني بسا اضع بصندوق الوصف هذا الفيديو هاته الاثنين كل واحد اربع دقائق عشان تتأكدوا اني انا هذه الرسائل يعني سمعتها وطبقتها لكن يعني ممكنك تطبق كلية البترول لم يكن يعد ما كان في عنده عد يعني يوصل ثلاثين الف والرجل الاخر كان يعد فانا اخدت العد يعني لانه وصلت الليل بالنهار واستقمت على امر الله رأس الحكمة مخافة الله والاستقامة على امر الله وان تعبد الله كأنك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك مش انك انت انسان متفلت وتفتي يمنة ويسرة وتخوض بكل شيء وعقلك كل يتو انما افهم ان اتخذ اله وهو لا نحن يعني اقبلنا على الله وتبنى الى الله وسألنا الله فعطانا عذرا مش عارف لم تجحط بدي اوقف هنا عنشان الفيديو هذا كمان ما يطلش عنشان هذا الفيديو ما يطلش لكن هذه القصص الحقيقية التي اشتها وستكون لنا فيديوها طويل لنشرح فيها امور ثانية هذا الفيديو يكفيك انك انت تسمع هال القصص وانا كانك كان كافيا لي ان اخذ هاتين القصتين وانا استغفر لكن احنا نفوت على التوحيد كيف نعبد الله لماذا الله يمنعنا لماذا الله كيف انه الله يتجلى على قلبك وترى من المبشرات يسألني شخص هل يعني هذا المطر مثلا من بسبب الاستغفار بنا نبين له هذا الامر نفعش بفيديو دقيقتين انت بدأك تعرف انت بتعرف اذا انت تبت الى الله وبدأ الله يتجلى على قلبك واسأل الله علامات اسأل الله علامات بس مش مثاني يوم انا استغفرت الله ستة اشهر ثلاثين الف مرة مش ثاني يوم انت ما بتستغفر ثلاثين الف مرة ولا انت بدك طلباتك عندك جبال من الدنوب امحاها يا اخي امحاها احرام الاولى وقيام ليل وقرآن وكل هذه الامور فاخبر على الله يا اخي قدر المستطاع مش تترك شغلك يعني العمل تترزق منه لا قدر المستطاع بس مش متهاون الذين ربنا بقول الذين جاهدوا فينا فيه ومشقة مش انك انت متفلت وبتروع على الفطبول وبتحضر فطبول وبتحضر مسلسل وبعدين تستغفر لا انت انتقلت من عالم الى عالم من عالم البعد الى عالم القرب من المولى عز وجل فتكون دائما ذاكرا لله مستغفرا لله تائبا عائدا او وهم ونيبة نعم اللهم اتعلنا ان شاء لك من الذاكرين كثيرا كثيرا اللهم سدد لساني وتبت حجة وهدي قلبي ساترك في صندوق الوصف الفيديوهات اثنين الذين يعني كانوا سبب اني كلها تنقل واحد اربع دقائق سبب اني اخذت الاستغفار واحد كان فيه فتح فتوحات والثاني كان فيه استجاب الدعاء وهذا حق والله انه حق والحمد لله رب العالمين انا اواتف الكلامي بالدليل بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته